قبل ما أروح لجدوى المباراة الأقل المتبقية في الدور العام جات لي رسال كتير وأنا بأتكلم على موضوع رخص الاندية المحترفة وأنا عارف طبعاً الحمد لله متابعي برنامج التريند والناس كلها بتبقى حريصة لما بتسمع مننا معلومة عايزة تعرف التفاصيل الأكتر الناس بتسألني طب لو في نازي علي مدينيات مثلاً ممكن توصل لخمسة مليون دولار بسبب أضايا خارجية المدينيات والأضايا الخارجية ومنع القيد ومنع القيد حط تحت كلمة منع القيد دي ميت خط بيمنعه منح رخص الاندية لأي نادي تاني المدينيات والأحكام النهائية ومنع القيد بيمنع منح رخص الاندية لأي نادي بيتقدم عشان يشارك في مسابقة قرية ولكن يجب أن تكون هذه الأحكام وهذه القرارات المتعلقة بالمدينيات والأحكام النهائية وقرار منع القيد قبل 31 مارس أي قرار صدر بعد 31 مارس وفي حال استمراره للموسم بعد القادم يمنع منح النادي أو يمنع منح أي نادي رخصة الاندية المحترفة ولكن هذا الموسم تحديدا لو قدمت بالملف بتاعك في شهر ستة عشان تاخد الرخصة عشان تشارك في المسابقة القرية الأحكام النهائية وقرار منع القيد والمدينيات إذا صدر بها قرارات بعد 31 مارس لا تمنعك ومن حقك أنك تاخد الرخصة عشان كده الاتحاد الفريقي حط موعد معينة قبل 31 مارس ما تدرش تاخد الرخصة بعد 31 مارس لا تاخد الرخصة بتاعتك ولكن عندك سنة كاملة تسوي هذه الأحكام لغاية لما تقدم على الرخصة في الموسم بعد القادم